العرف وجميع أن بلادنا كتمر هدلأيام بظروف استثنائية والمعروف فعلينا كنديروا يدينا فيد بعضياتنا باش نتعاونوا وامتضامنوا هد الروح تضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية من كام غربة اللي ورتناها على أبائنا وجدودنا واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كي حدنا على التآخي والبدل والإحسان وحيث أملنا فيكم كبير سمعنا وكون معنا وخليك في الدار باب التبرعات مفتوح اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسنناش بلادنا أمانة فرقبتنا وعندها دين كبير علينا وفي هد الوقت اللي خاصة نكون غير بحرار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك للا أم محمد سبحان الله دكتور الحمد لله لكل حسن لكن دينا الحزن تابع لما عرفت دكتور كبير لا إله ها إلى الله لا إله ها إلى الله عمل أول عمل أول في قط الأب ديالي وهذا العامة دكتور الله يشافه ويعافيه يا ربي يا كريم ما تصوح دكتور كباش كنحس أنا بعدها يا ريسكو كنت آنف بلا سموي الله يحفظها ويعافيه يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم عندها دكتور حبا في جنسان وده بخصم الجولاتي وخصم داب الأعمة دكتور كتتألم الله 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 كتتألم بلا غياة ليله هيل الله ليله هيل الله الله يشافه ويعافي كل ما يسمع كل ما يسمع جميل عمينتي كل ما يسمع كل ما يسمع نريد أن يقول لهم على عقل ما دعوذي من عمينتي بس ربي شفالي يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم دكتورم يعني ألي وإيدي وحادة العفار لقد نتحمل وعجر أعصاب أدزال أنا دكتور مريضي أدزال هعني أسأل ليس يشبع أمي أسأل لا يشافك للا أم محمد بالرزقة دكتور نتحمل ما أشأني أم محمد ودعيني الأسامول وإنه يدعوني نتحمل والله يا ربي جازك في ألسخي يا رحمة يا رحمة يا رحمة الله حسني الله حسني الله سبحانه وتعالى ونعمة بالله ونعمة بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله فيك للأم محمد لا حول ولا قوة إلا بالله وغنطلبوا من سدى المستمعين جميعا الله يجزدكم بألف خير غدتساعدوا معنا وغدتضمنوا مع أم محمد واحد فاتحة أمها الآن رأي في المستشفى في العمل الجرحية اللهم يا رب يا كريم يا ودود يا رحيم يا حنان يا منان يا لطيفا بالعباد يا رب العالمين اللهم شافها وعافها اللهم رب الناس أذهب الباس اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم اللهم جبر عظمها وشافي بدنها اللهم أنت وليها اللهم أنت مولاها اللهم شافيها وعافيها يا رب العالمين واجعلها تخرج بسلام وأمان فضلا منك وإكراما وأسعد قلب أم محمد واجعل في قلبها نور ورحمة وسكينة وطمأنينة وارزقها يا مولانا رزقا حسنة رزقا وفيرة رزقا كثيرة اللهم يا رب كل من قال آمين زده مثل ذلك وأفضل وأكثر قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم نالأم محمد غير من خبرك بأن للمشكلة ربما قد تبدو عندنا كبيرة في أدهننا وقلوبنا وهي صغيرة قلت بأنك ما بقيتش كتطقي هذه الحياة وأنها صعبة وأنها كده راه هكده هي الحياة خلقها أم محمد ربنا عز وجل خلقها فيها النقصان هي مقصودة الخالق عز وجل بحكمته البالغة جعل الحياة الدنيا نقصان سوف يسمعها سمعها الدنيا من الدنو هي مبنية عن نقصان عندك شي واحد فينا يعتقد بأنه غد زيالي كلها وغي يجمعها كلها والله لو دامت لغيرك ما وصلت إليك راه الدنيا خلقت هكذا الحياة الحقيقية في الدار الأخيرة للا أم محمد انت حازين على الوالد ديالك لأنه توفي هذه السنة المؤمن المفروض أنه لا يحزن لموت أحد إلا أياما معدودات الحزن عندنا ثلث أيام وكيبقى في القلب ولكن الإن مؤمن يفرح بأن الفقيد ديالو ذهب إلى إلى رحاب الرحمن إلى ضيافة رب العباد الأمود ينملك يموتوا ركيمشو ضيفين ضيوف عند الله عز وجل والله اسمه الكريم واسمه الرحيم واسمه الغفور فلا ينبغي أن نحزن أو أن نشعر بأننا وقعنا في شقاء وإلا أن نكون نرفض أمر الله ربي عز وجل ره ينظر ويقول يا جبريل فلان أخذت منه حبيبتيه يعني عينيه فلان ابتليته بمرض فلان أخذت منه قريبه أو والده ماذا قال ربنا ينظر إلى ردود الأفعال ردود الأفعال هي مهمة للغاية المؤمن من طبعه أنه يكون مطمئن يقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون أما غير المؤمن فيجزع وكي يقول لك هذه الحياة والطبيعة وغضب الطبيعة وغضب الوجود وكي يسحب الطبيعة كتغضب الطبيعة رأي عابدة لله الطبيعة هي مستسلمة لله الطبيعة هي خاضعة لله انظر إلى الشمس وإلى القمر وإلى حرقية النجوم والكواكب كل شيء بحسبان واش عمر الشمس شمر قد لك أنا اليوم فيقاش ومغنوج وعيان وفيسخانة واش شمر القمر في الأيام البيت 13-14-15 غادي يقول لك أنا لن أبزغ وسوف أختفي عن الأنظار واش نجم من النجوم السابحة في الفضاء شمر سوف يتخلى عن وظيفته أبدا كل في فلك يسبحون وكل شعنده بحسبان كل في طاعة الله الكل يسير مع مرضات الله المؤمن لا بد أن يعتقد بأن كل ما يقع في الوجود هو بإرادة وبقدرة وعليه التسليم وعليه التفويد هذا من ركائز الإيمان أنك تفوض أمرك إلى الله وتسلم الأمر لصاحب الأمر واعلم بأن ما فعل ربك إلا الخير وحد المرأة مات ابنها وفلدة كبيدها وبدأت تبكي وبدأت تندب وكتمزق ملابسها فالناس يقول لا أسموتي أسموتي ما أبغى تسمط كتزيد فيه فجاء النبي الكريم قال للها يا أمة الله اصبري قال تعك عني إنك لم يقع لك ما أصابني قالوا لها يا مرأة وتعلمين من القائل قال لمن يكون هذا القائل قال لها إنه رسول الله فاستحيت قالت يا رسول الله معذرة لم أعلم أنك أنك أنت النبي فقال لها يا ماpan إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصدمة الحياة مليئة بالصدمات كل واحدين جاتوا كل جاتوا في الموت قريب كل جاتوا في مرضه في المستشفى كل في فقر مدقع كل ولد خرج له من الجناب فقصه وعدبه ما بغي يقرأ ما بغي يخدمه كل بنت لشيبات والدها قبل الوقت كل واحدة شو يقع عليه صدمات 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 إنما الصبر عند الصدمة الأولى المؤمن يصبر ويحتسب ويتخذ الأسباب لقدر يقوم بها لإصلاح الوضع فإن تعبر عليه فالحمد لله عندنا السلاح الذي لا يهزم ولا يقهر إنه سلاح الدعاء نقول يا الله يا الله فرج يا غيات يا غيات أغتنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا وسوف تأتي كرامة الرحمن ستأتي أولا سكينة في القلوب أولا وخطبق الأزمة لكنها لا تستقر بالقلوب كيبدأ عز وجل بقلب المؤمن وقلب المؤمنة كي يجعله تابت كي يجعله مستقر كي يجعله راضي كي يجعله قنوع وكي يجعله سعيد ثم بعد ذلك يبقى يشوف بأن ربي عز وجل يصلح الأمور ويرتب الأشياء انظر يا أختي أم محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله ره والده توفي وهو لازل جنين في بطن أمه حتى الملائكة جزعت قالت يا ربنا هذا صفيك ونبيك وخليلك لازل الجنين في بطن أمه وقد أخذت منه والده فرد الله تعالى أنا كافله أنا مربيه أنا أولى به من أمه وأبيه سيدنا النبي نشأ يتيما يلا عنده 24 ونص وموعة وتنغت غادي تسافر معها في إحدى القبائل اسمها بن النجار فأصيبت بضربة شمس شديدة فماتت في الطريق القافلة غاديت وقفت دفنوها في الطريق وكملوا الطريق وذلك الساعة النبي ما عارفش كي شوف أمو يلا كانت تلعب معه هاي مرضة هي في السخانة والقافلة غاديا توفيت وقفوا القافلة دفنوها غافل الخلاء وكملوا الطريق وسيدنا النبي بقى عدوا لباه لمو وفقير ومعدم حتى الملائكة جزعت قالت يا ربنا هذا صفيك ونبيك يلا سنوات معدو أربع سنن هدي خلت اباه ومازال في بطن أمه والآن قابدت أمه وقد صار فقيرا وقد صار يتيما فأجاب الله تعالى أنا كافله أنا مربيه أنا أولى به من أمه وأبيه وصارت المعاناة على النبي الكريم اشحالي للفقر اشحالي للمرض حتى أولاده ضاعوا له جميعا ودفنهم بيده الكريمة حتى قيل لهم محمد أبتر أبتر محمد أبتر يعني مقطوع الأصول والفروع ما عنده حد ورب يبغاه كل نفسه وفنزل قوله تعالى إن أعطيناك الكوتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عدوك هو الأبتر وحياة النبي الكريم كلها شدائد لكنه لم يصدم حياة النبي الكريم مليئة بالشدائد كروسير النبوي الشريفة غيب لك النموذج الأكمل والشخصية البشرية المتكاملة هو سيدنا النبي محمد بن عبد الله كلها كلها شدائد كلها كروب كلها أحزن ولكنه لم يصدم لا للصدمة من تصدموش غنقوا تابتين وغنقوا متاسينين ونسترجع نقول إن لله وإن إليه رجعون كنستعمل الاسترجع أو نستعمل الاستعانة ما يلإستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله كتلبنا الله الحول والقوة يعطيك المدد لكي تستعين بها على قضاء حوائجك أسأل الله الكريم يا أم محمد أن يحفظك ويرعاك ويسعد قلبك ويرزقك رزقا واسع ويجعلك من أهل الله ومن خاصته ويرحم الله تعالى الوالد ويسكنه فسيح الجنات إنه الآن في الضيافة في القصور تجري من تحته الأنهار مع والديه وأحبابه ومع الأهل الإيمان واليقين وأسأل الله تعالى أن يشافي أمك لعل مرض هدها كفار للدنوب والخطايا وعلوا في الدرجات أسأل الله تعالى أن يسعدكم ويسعد كل من قال آمين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة